اشتركوا في القناة طالما انه موضوعنا في الموضوع الطبيعة اصبح بدي ابحث عن الوان هي من عائلة الوان الطبيعة ايش اقرب الوان للطبيعة بنتكلم عن لون الاخضر بنتكلم عن لون الاصفر لون الارض لون الشمس لون الخضار هذه المجموعة من الالوان هي اللي بتناسب تطبيقنا وبتكون اكثر ملاءمة لتطبيقنا وعشان احنا فعلا ان نكون اخدنا مصدر من مصادر جلب الالوان او الكالرس كيمة او مخطط الالوان إحنا استخدمنا أدوات موجودة ضمن موقع موجود وهذا الموقع إحنا حنستخدمه الآن حتى نشوف كيف إحنا جبنا هذه الكلار اسكيمة أي مخطط الألوان هاي تعالي نشوف الآن عندي هذا الموقع colors.co هنا فيه الموقع بعمل generate للكلار حنتكلم في هذا الموقع حنتكلم في موضوع الكلار ونسهب له درس متكامل بحيث نعرف إيش الكلار وإيش يعني الكلار وإيش الكلار اسكيمة وكثير عندنا تساؤلات حنجيبها من خلال الفيديو القادم إن شاء الله في هذا الموضوع ولكن الآن لو اجينا عملنا explore في هذا الموقع تصفحنا إيش في عندنا ألوان موجودة هنا في عندي موضوع لتريندينج لو أنا بدأ أبحث على إيش في عندي تريندينج في موضوع الكلار بنيجي بنتطلع بنلاقي عندنا هنا هاي الكلار موجود اللي إحنا فعلا انتقنا هاي فيه ألوان أخضر وفيه ألوان اللي هو الأصفر وعائلة البيج بضغط هنا بعمله export plate بعمله export كsvg file بنعمله export وبنحفظه وبنجيبه extract لو جاينا حفظناه في موضوع الناترال هاي بنحكي على هنا في عندي الكلار اللي هو green color plate ونجي احنا هنا بعدها على ال xd بنفتح الموقع اللي إحنا هنصممه وممكن نفتح artboard الآن جديدة هاي الأرتبورد بنفتحها بنروح على المجلد اللي فيه color plate هاي color plate هاي green color plate لو جاينا سحبنا حطناه هايو بالطريقة اللي أمامنا بنيجي بعد هيك بنختار ال icons وقلنا احنا كيف بنجيب ال icons من مصادرها ضمن الفيديو اللي شرحناه مصادر icons المجانية روح نجيبنا icons وحطناه هنا الآن بدي اعتبر انه الألوان عندي موجودة هي هي هايها موجودة عندي بهذا البليت بدي ابدأ منها بجيبها عندي هنا على مساحة العمل وبيدي ابدأ منها بحيث اني انا ارشفها في ال components او في الليبراري بحيث انه هي تكون الاساس في العمل تبعي اصبح ما بعد جلب ال color يجب اني انا اعمل على ارشفة هذه ال color حتى اني استقي هذه ال color واستخدمها مباشرة من خلال الليبراري اللي انا بدي اخزن فيها هذه ال color كيف بدي اخزن ال color في الليبراري بضغط على هذا ال color وباجي هنا هاي عندي ال library ايش بنقوله ضمن ال color تلاحظوا عندي في colors في character style في components بقول plus بضغط هنا هاي صارت انضافت وباجي على ال color الثاني وبأضيف ال color وباجي على الثالث وبأضيف ال color الثالث والرابع وهكذا كل ال colors اللي انا فعلا جبتها من ال color schema بأضيفها عندي في ال color components هيك ضفنا ال colors الان الخط اللي انا بدي استخدمه هذا النوع من الخط انا بدي استخدمه بأضيفه في character style بحيث ان يستخدمه يكون عندي نوع واحد من الخطوط هو يستخدم من خلال هذه المكتبة اللي انا خزانت فيها العمل تبعي لاحظوا عشان الدرس هذا ما اخدناهش قبل هيك لو ايجينا ناخد تطبيق بسيط على موضوع ال color بنيجي هنا بنعمل مربع وبنيجي بنعمل مربع ثاني وهي مربع ثالث لاحظوا معايا ايجيت على المربعات و ال color الثالث لو ايجينا بدنا نغير في ال color هذا لو ايجينا هنا اعملنا له edit واستقينا color تاني لاحظوا ايش بصير عندي هايو طالما غيرت في المصدر بتغير وين انا استخدمت هذا ال color ال color في اطار الموقع او في اطار التطبيق تبعي طب لو غيرنا هاينا غيرنا احمر ايش لتغير انا بغير قاعد في المكتبة لاحظوا معايا انا بغير في المكتبة اتغير المكان اللي انا استخدمت في هذا ال color وين مكان المكان انا استخدمت هذا اللون فاصبح يتغير بناء على تغير الاصل هذا افضل ميزة ممكن نستخدمها او انه فعلا تعطينا اياها موضوع اللي براني وكيف نخزن ال color as a component في هذا التطبيق بتعمل control z بحيث نتراجع عن الموضوع هذا هذا شرحنا لموضوع ال components طيب تعال الان نبدأ في موضوع الصفحة الاولى اللي احنا هنصممها هاي الصفحة هذه تعال لاحظوا معي كيف شكلها ايه بنيجي بنعمل artboard جديدة هنا فتحنا artboard ممكن انا اعمل zoom على artboard هادي بحيث ان انا اكبر artboard كشكل بدي يكون عندي هيدر انا بدي استخدم ايه بدي استخدم ال paint tool اول شي بدي استخدم ال paint tool حتى انا اعمل الهيدر سكرنا ايه بنيجي هنا بنضغط تطوطين بعد ما رسمنا هذا الشكل بدنا نعمله هاي بنفعل الموضوع الفيل وبنيجي بنختار اللون اللي احنا بدنا اياه من خلال ال components الموجود عندي اخترت اللون الاخضر غامق وتعال ناخد الان كيف نعمل من هذا الشكل footer طيب هذا الشكل بدي اعمل له copy وبست بضغط على زر alt زر alt وبسحب هذا هيك وبقاجي عندي في rotation لهذا الشكل وبعمل له rotation 180 درجة بحيث انه انا اعكسه بالشكل الموجود طيب بدنا اغير وبدل شوية بدنا نغير وبدل شوية ممكن احنا هاي نرجع هيك ممكن ننزل تحت برضو شوية يعني ايش بدنا بنغير ونبدل بالطريقة اللي احنا شفينا مناسبة الان بعد ما رسمنا الهيدر والفوتر واستخدمنا في رسمنا القلم او الان تعال نشتغل في موضوع الظل كيف نعمل الظل تعال نعلم هنا ونحط موضوع الظل في shadow بنعلم الشدو هنا وبنلاقي انه شدو اخذ هذا اللون وبنحط في الـ 15 و 15 وفي موضوع التشويش هنا بنحط 21 او 22 لحظه ايش صار عندي صار عندي الظل بالشكل الموجود طيب بنعمل الظل الآن للشكل السفلي اي الفوتر بنظل الفوتر وبني بنعمل shadow وبنحط في shadow minus 15 و بنحط برضو 21 بحيث انه يخرج الى الاعلى زي ما احنا شايفين بهذا الشكل بنجي الان بنحط ال icons في الشكل مثل هذا الايكون بنعمل هنا alt وبنسحب الايكون وبنحط على اليسار الآن بنحاول اللون تاع الايكون هذا بنجي بنعمل في الفيل هنا بنروح على لحظه الآن الفيل هنا بد يكون من اللون البيج هاي حطينا لون البيج جيبنا اللون من هذه المكتبة بنجي على موضوع الايكون الخاص بالsearch بنسحب بعد ما نضغط على زر alt بنسحب بنحط في المكان الموجود هنا نغير لون تعال نغير لون للون البيج زي ما احنا شايفين لاحظوا في نقطة هنا الآن بدي أضيف component من هذه الايتم يعني كيف ممكن أحط الايكون هذه عبارة عن component بحيث انه أنا أستخدمها من خلال اللابر الموجود هنا بأجي على هذا الايكون هنا أنا علمت الايكون هذا اللي أنا بدأ أستخدمه وبأجي عندي هنا عندي component بقوله add component صارت الايكون هذه بهذه المواصفات موجودة لحظه أخذ نفس المواصفات ما اخترت هذه وبأ أجيب هنا وبأ ضلل هذه وبأ أقول له هاي الايكون هذه بأ ضيف ها ك component ولحظه أيضا في عندي هنا حتى أنا بدأ أستخدم هذا وعيد استخدام من هي المربع هذا أو المستطيل هذا اللي أنا رسمته بأداة البين بدأ أضيفه ك component هاي ضفته ك component والفوتر أيضا بدأ أضيفه ك component هيك ضفته ك component فصار عندي كل جزء أنا برسم أو بصمم بحط ك component طيب لاحظوا هنا أنا وين الايكون الموجودة عندي اختفت الايكون فبلزمني أحط هذه في back ايش هي الرسمة اللي أنا وقف عليها بضغط بزر اليمين وبروح على arrange وبقول send to back بيبقى عندي إني أحط أنا موضوع الخطوط لاحظوا أنا بدي أجيب الخط من هنا natural app وبأجيب الخط بحطه في الوسط طيب بدأ ألون الخط من ألون الخط لاحظوا من هنا بلون الخط بلون الخط برضو من هنا بجيب الخط مثلا يا اللون هذا يا اللون الغامق اللي هو أخضر غامق طيب بدأ أجيب خط آخر بحط الخط الآخر بدأ أحول الإعدادات إلى fixed size بحيث أن أنا أجيب ها على عرض النافذة الموجودة أمامي وبتحكم فيها وبنزلها طيب الحجم الخط كبير بدأ أنا أصغر الحجم الخط بحيث أنه يتكون عندي متاحة على عرض هذه النافذة وبجيب ألونها بعملها فيل وبختار مثلا اللون هذا حتى أن يكون في عندي تغيير في موضوع الألوان آخر شي بدأ أجيب الخط الثالث وبدأ أكتب كلمة nature وبدأ أغير كلمة نيتشر هذه أخليها أكبر من هيك وكلها capital letter هاي كبرتها وجيت هنا حطتها كلها capital letter زي ما احنا شايفين ووضعت ها في النص وبغير اللون وبخلي اللون تبعها أصمر زي ما احنا شايفين بالطريقة هذه طيب هنا في نقطة مهمة أنا هذه الخطوط كلها بدي أحطها كcomponent بحيث أعيد استخدامها وين ما روحت ممكن أعيد استخدامها وكل واحد تكون هنا خصائص مختلفة هذه خصائص تعال شوف هي عبارة عن 65 حجمها ونوع الخط عندي semi بولد ونوع الخط doses هو نفس الخط اللي اعتمدت في هذا التطبيق طب والثاني عبارة عن 46 ممكن أخليها عبارة عن 45 مثلا و semi بولد ونفس النوع الخط وباجع على التالت هي عبارة أقول عن 100 ممكن نحط 100 و semi bold وعبارة عن text type 8 doses طيب كيف أنا بدي أضيف هم كcomponent باجع ال character set وبضيف كcomponent هاي وهذا جبت كcomponent لاحظ إيش أخذ semi bold و semi bold و mid point وباجي التاني وبحط كcomponent والثالث هاي حطته كcomponent أنا فتحت الليبرري وحطيت الخطوط اللي اشتغلت على أساسها هنا بيظل عندي موضوع هذه الرسمة أنا هنا استويت أن الرسمات هذه الموجودة عندي أنا خزنتها في هذا المجلد وفي هذا الملف وضفتها في المكان هذا بسحبها بعمل alt وبسحبها وين بسحبها بحطها في المكان الموجود طيب تعالي نعمل control plus بحيث أن أكبر النافذة طيب هذا عبارة عن شيء كبير لحظة معايا أنا شايف هذا فوق الفوتر يعني ظاهر على الفوتر بدي خليه يرجع خلف الفوتر بأضغط عليه بالزر الأيمن وعند الأرنج بروح بقول send back خليته في back طيب الآن بدي أكبر ممكن أكبر هاي كبرت بحيث أنها تاخد مدى أكبر في هذه الصفحة طيب وبيدي إياها تكون الأوباسيتي تدعتها قليلة هاي لاحظوا هاي نقلصت في الأوباسيتي لو كانت مية في المية كون مزعجة للي بده يقرأ ولكن بخليها خافة اللون وبخليها قليل لو الرزيليش اتباعها مش واضح ممكن أصغر وأحطها أعلى من هيك ولكن هيك بتكون ممتازة أنا هيك استخدمت الرسمة وحطتها كخلفية وغيرت في موضوع الأوباسيتي آخر شي عندي موضوع الآيكون هنا ممكن نستخدم الآيكون الموجودة لاحظة الآن بنعمل Alt وأسحب الآيكون هاي وحطها في الأسفل ولكن أنا بدي مدى أكبر من هيك بقى أكبر أو أصغر الآيكون تعال نكبر هذا هاي نكبرنا هذا وتعال نغير نعيد تغيير اللون كيف نعيد تغيير اللون ممكن من هنا أحط اللون الموجود هذا ونيجي عند الانفو بأعمل Alt وبسحب الانفو أيضا في المكان هذا وبجب ألونها من هنا اللي هي اللي بظل عندي أنا بتأضيف هدول الكمبوننت عندي في Library As A Component هيني علمت عليها وعملت بلس صارت موجود عندي في الكمبوننت وهذه علمت عليها وتعال نشوف إيش صارت عندي في الكمبوننت هاي هاي موجودة عندي هيك إحنا وصلنا لنهاية هذه النافذة انتظرونا في الحلقة القادمة لنشوف كيف ممكن نعمل نافذة المينيو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته